من المشاكل اللي بتواجه الشباب وخصوصاً المتغربين إننا بنبقى نفسنا نأكل حاجة من أكل بلدنا يعني لو مصري ومسافر ونفسه يأكل الأكل المصري الجميل بتاعنا وخصوصاً لو مش متجاوز حيبقى في ورطة وطبعاً حيضطر يلجأ للواجبات السريعة القصة بقى إن مجموعة شباب مصريين مختربين قرروا يواجهوا المشكلة دي وعملوا فيج على فيسبوك وكمان قناة على يوتيوب يطلعوا فيها مواهبهم في الطبخ ويتبادلوا خبراتهم مع العزاب اللي مشتاقين حد يعمل لهم أكلة حلوة الموضوع تطور والبيتش وصل متبعيها لمليون وستمائة ألف فالور والحكاية داخلت في الجد عشان كده محمد الشامي مؤسس البيتش قرر يرجع مصر ويبدأ مغامرة جديدة في عالم الأكل وأنا وفريق ترانس قررنا نتحفظ عليه في الستوديو هنا عشان يعمل لنا كل الوصفات بس ده طبعاً بعد ما رحب به زيك يا محمد؟ شكراً يا ربارك الحمد لله أولاً أنا عايزة أقول أن محمد يعني يزميلي في الشغل من زمان جداً وكان بيأدت بيعمل مونتاج لبرنامج من برامج بتاعتي زمان مزبوط إيه اللي خليك تغير الشفت كده تماماً؟ بصي هو الأول إحنا عادنا نفكر إيه الانتعال في الميديا ليه هتطور للسوشيال ميديا يعني وكده عادنا نفكر ممكن نعمل إيه؟ بروشيكت يكون ليه علاقة بالسوشيال ميديا فما بنعرفش نعمل أي حاجة غير الميديا وبنعرف ناكل ونطبخ أكيد فحاولنا بقى نعمل ميرج كده من الاتنين وطلعنا بالبروجيكت يعني ده الحمد لله طيب أنت البيتش بتاعك اسمها شوحها ما تطلوهاش مزبوط جبت الاسم الجميل ده مني بصي هو الفكرة كلها في البداية خالص كان القصد أن احنا نحاول نعمل أكل في البيت بدل من نجيبه من بره حتى إيهل لما نروح مطعم بنحاول نخش المطبخ بتاع مطعم ونجيب للناس لطريقة فهو الفكرة الأساسية أن أنا مثلا قاعد مسافر شغال في الإمارات مثلا وعايز أكل ألقاس يعني ما فيش خالتي مستحيل تلاقي ألقاس طبعا أكيد في دبي في ألقاس بس مين هيعمله يعني مش هلاقي مكان أعرف أكل فيه ألقاس يعني مش هعرف أطلبه من مطعم أقولك مثال فيه بقى أكلات من دي كتير جدا حاجات احنا بتعودين عليها في بيوتنا هنا دايما ماما اللي بتعملها خالتي عمتي مش عارف ايه فحاولنا بقى أن احنا نطور ونعمل الحاجات دي بطريقة سهلة عشان الناس تقدر تعملها كمان طيب أنت تعلمت الطبخ وانت شغال في الفيديوز ولا أنت طول عمرك بتعرف تطبخ لأ أنا بقى أطبخ من زمان طبعا بس أكيد تعلمت حاجات كتير لأن كانت الأفكار يعني لو أنا بقى أعمل مثلا عشر أكلات عشرين أكلة الفيديوهات كترت فبدأت أدور وأشوف ممكن أعمل زيادة كده لغاية واحدة واحدة يعني بحاول أجيب أفكار وكده وبتعلمها حد قبل كده غشيشك كلمت مثلا مامتك أو حاجة عشان تغشيشك طبخة أو أي حاجة عادرتك مية في المية يعني كله يعني في حاجات كتيرة لأ يعني ماما لازم تكون معي على التليفون يعني اللي هو طب الرزة حصل فيه مش هنعمل ايه لدرجة رزة يا محمد بجد؟ شكلها مامتك غشيتك كل حاجة أغلب الحاجات صراحة طب ايه أكتر طبخة هي كتعلمتها لك وانت كنت تتوقف فيها تماما الكشك بالفراخ اه احنا جوعنا دلوقت انا جعت واندي اسكل لها جاية دلوقت الكشك بالفراخ تحديدا لأنه هو احنا طولها منها بنكله بنحبه جدا بس انا ما كنتش نتوقع ان هو بتعمل كده يعني الموضوع في دقيق وزبادي وبيتخمر طوم يعني كان فيه قص بس طلع جميل بقى وسهل يعني لما أنا عملته طلع سهل فبقت الناس بتعملوا بقى الموضوع زريف يعني احلى طبخة بتعملها ايه واوحش واحد مهما المنطق ايف لك عليها بص احلى طبخة بعملها عموما او اكتر حاجة انا بحب بعملها عشان اكلها الكباب الحلة يعني ده اوه بالبطاطس المحمارة دي عارفها كده ايه واوحش انا بقى لو في عيش سوخن كده هابتبقى زريفة اه اوحش حاجة بعملها الحلويات اه عموما يعني اي نوع حلويات لا مش اي نوع يعني بقى فعمل المعالي اه بقى فعمل كم كرامل اه بقى فعمل روز بالبن الحاجات العادية لكن هنخش بقى في حاجات بقى بتخش الفرن والحاجات دي لا الموضوع بيكون صعب لا ما بعرفش زباطها خالص اوكي طيب انتو كم واحد تقريبا بيشتغل على الصفحة بتاعتكم اه تبصي احنا دلوقتي احنا ستة اللي مكملين من من البداية احنا كنا في الاول اكتر كنا تيم كبير ممكن حالي 12 واحد اه الموضوع يعني يعمل معنا شغل او كده احنا دلوقتي ستة اساسيين احنا لمسكين الموضوع كله طبعا بوجه لهم بقى طبعا شكر لانه ما السبب كل اللي احنا فيه اه اكيد يعني الدنيا بتمشيش بواحد لا طبعا طب تعال نروح نشوف فيديو ليكو نرجعتك يالله بينا ساعة اثنين بيقول تعالى عايزك ضروري وفي الاخر مطلع شهر بيض وبسطرمة طبعا انا لو طور مرضيتش كل واحد طبعا عندك عيش مصري بيت باسترمة يعني ايش فيني اللي اقول لك تركاة كده في البيت باسترمة تركاة ايه ما اتحوارش يا شامع يا بيت باسترمة ايه اللي فيه تركاة فيه تركاة بقى ايه بقى طريقة حط البيت بعد او اتحمل الباسترمة اه نتضطوش كله مع بعض علشان يبقى في حتة ناية شوية وحتة مستوية شوية باسترمة بصوا بقى ما اتحمروش برضو باسترمة قوي فقطوا بقى البيت ومتروحوا دار بير بالتين دولت ومتروحوا منزلين بقى اللي بعدين من اتنين وهتدعولي والله الطيب بتاكسر البيت دي تكسرنا البيت على ثلاث مراحب اهم حاجة بقى ايه البيت باسترمة ما يحبش انه بقى يلزق من تحت شكرا بالسير وما بيستويش اكتر من كده خلاص ومع قليل بقى من الملح والفنفل وكده بقى يعني اللي محرق بيه نقول لك دوب محمد بيب الباسترمة دي اصل حاجة في العالم طب اقولك بس الفيديو ده عمل اربعة مليون مشاهدة في اربعة عشرين ساعة طب انا عندي سؤال يعني بجد في ناس بيعرفوش عملوا بيب الباسترمة في ناس ببتاع الشاب بيب الباسترمة حقيقي يعني بجد وبعدين احنا اتركاية برضو في الفيديو يعني لو حطنا البيت كله مع بعض هيبقى كله سوى واحد فانا بقسم البيت كده على مراحل بحيث انه بقي فيه سوى كامل ونص سوى بيبقى طعمه احلى اكتر فيديو جاب مشاهدة كان هو الفيديو ده ولا فيه اكتر لا لا فيه فيديوهات عندنا اكتر كان اي الطبخة او الوسطة كان اكبر طبق محشي في مصر دي كانت متصورة هنا في مصر في الشرقية في واحد استضافنا بيعمل محشي على كانون في ارض زراعية فيديو ده عمل في اسبوع وحوالي 12 مليون مشاهدة طب احكي لنا عن الفيديو شوية يعني هو الفكرة انه الراجل استضافنا في بيته وعزمنا طبعا واحد في بيته عادي يقدم لنا دعوة يعني رحنا عمل حاجة اسمها كانون اللي هي نار بتاعت زمان اللي هي بالحطب وكده وعمل انواع محشي عجيبة بقى عمل محشي كرات وعمل محشي خاص كروم بقى والمحشي اللي احنا عارفين وعمل بقى بط في الفورن اللي هو الطين بتاع زمان كده الموضوع كان حلو كانت اكسبرينس اكتر من ان هي اكلها يعني هو الفكرة كلها الفيديو اللي بيخليه يعمل حاجة كويسة بيبقى فيه زي فكرة زريفة بتخلي الناس تعمل مانشن لبعض الناس مجرد ما بتعمل مانشن لبعض عشان يفرجوا بعض هو ده اللي بينجح الفيديو طب بما ان احنا على السوشي ميديا اكيد بيبقى ساعات فيه كومنت سخيفة واكيد بيبقى فيه برضو الحلو اللي بيحمسك ان انت تعمل احسن واحسن اكتر حاجة جات لك سخيفة كانت ايه فيه عند بعض الناس كده كونسب تاني ان انت بتعمل بتعمل فيديوهات اكل او حتى بتصور في مطعم او كده اللي هو انت بتاكل ببلاش وبتاكل بتكسب فلوس وبتعمل سبب موضوعه مش بالبساطة دي هو اصلا سبب ان انت ممكن تنجح في حاجة زي كده هو الاستمرارية انك انت طول الوقت تكون بتعمل فيديوهات وبتنزل وبتاع فعادي جدا انا ممكن اخرجش عشان انا عندي تصوير ممكن ما اعملش حاجة عشان عندي تصوير وده حقيقي بيحصل ممكن اقعد بره البيت يومين وثلاثة ايام عشان انا عندي تصوير لازم اصوره عشان ما ينفعش يجي علي وقت ومنزلش فيديو او مكنش موجود في الموضوع بس الكومنتات السلبية ساعات وساعات كتيرة بيبقى فيها حاجات ايجابية بالنسبة لنا انها بتعلمك او بتتعلمك او بتتعلمك او بتتعلمك او بتخلينا خط بالي من حاجات اوه وكنت الاول بتدايق دلوقتي اتخاذ طيب الفالورز بتوعك معظمهم ستات او رجالة المفاجأة بقى ان احنا كنا يعني فاكرين ان كله هيبقوا هيبقوا كلهم رجالة لا الستات اكتر والمفاجأة بقى الاكبر ان الستات اللي هم ماما اكتر زي مامتي وكده عايستعمل لولادها اكلات جديدة وتعمل لهم حاجات مختلفة بطريقة مختلفة وكده بالزبط طب عشان يعرفوا ان الستاتة هي عيني لحد الوقت لسه بيحاولوا يعملوا اكلات عشان يردوا ولادهم ويردوا جوازاتهم كل حد طبعا كان هيقول لا الرجالة اكتر عشان ما فيه ستة بتطبخ والحاجات دي اهو طلعنا مظلومين طيب بيطلبوا منك وصفات معينة غير اللي انت بتحطها كتير اه يعني كتير كده بحس ان الموضوع كده ايه وفي اسئلة سحبت جيلي ما بقاش عندي ديها حلول بصراحة فبقى رح واخد جنب كده وراح دخل على انترنت ادور بسرعة كده اللي هو البوفتيج بيفك مني يا ابني ممكن اعمل يا حاجات من دي بتقابني البقسمات معروفة اه يعني في بقى حاجات من دي كتير بس الحمد لله بقى عندي ردود وقت يعني واحدة واحدة ففيه حاجات كتير انا حتى معلمات كنتش عرفها بقيت عرفها وبس يعني بقولها طيب جالك قبل كده اي تعليق قامت زي زريف على الوصفات بتاعتك؟ لا لا كتير كتير بقى جدا اكتر حاجة فكيرها ايه؟ يعني اللي هو مثلاً انا بحط جبن رومي على اي حاجة يعني على اي حاجة في الدنيا يعني اي اكل انا ممكن احطه عليه جبن رومي مانديش اي مشكلة خلص انا بحب الجبن رومي جداً فتبقى اكلها معمولة حالوة جداً فتلاقي حد راح داخل بس انا قسها شوية جبن رومي يا شامي انت بتحب الجبنة او الناس عماتا بتحب الجبنة كتير على الأكل هلنس تحب الجبنة كتير؟ بس أنا بحب الجبن الرومي تحديداً في الأكل ولما بسافر حتى برة أنا بقعد أدور فين المكان اللي ممكن يجيب منه جبن رومي مصري من بتاعاتنا هنا طيب أنت ليه بقى قولي قررت ترجع مصر؟ أنت كنت قاعد في دبي؟ في أبو زابي أبو زابي كم سنة؟ عد 6 سنين 6 سنين وقررت ترجع من قد إيه؟ من سنة أنا كده بقية سنة بالزبط طيب شمع أنا بقى أحكين الظروف طبعاً بتتغير وطبعاً لما جات فيه كورونا وفيه مشاكل وكده القاعدة هناك ما كانتش قرر القاعدة هناك ما كانتش قلطف حاجة خصوصاً بعد اللوك داون والحاجات اللي شابه كده فحسيت كمان إن أنا بقى عندي حاجة أقدر ممكن أعتمد عليها طبعاً الحمد لله يعني زق زق الدنيا زي ما بيقوله بس بقى في حاجة تعنيها ممكن تخليني لو ركزت فيها بقى لو ديتها الوقت كله لأن أنا شوفت تجربة أنا بقى لي حوالي أربعة أو خمس سنين مديها جوز صغير من الوقت والحمد لله ربنا كرمنا فيها قولي بقى هل أنت بتفكر تفتح مطعم ولا هتكمل بس في البيج؟ إحنا قلنا دي فتحين مطعم بقيت؟ إيه طبعاً حكي لنا إزاي عملت؟ إحنا يعني ألواح تفكر إنه ممكن يعمل إيه يعني إكستنشن للموضوع زي دا ففتحنا مطعم بقى بنقدم فيه أكلات شرقية وحاجات كده بقى فتات ومشويات والحاجات دي طيب أنت بتطبخ وكمان بتعمل ريفيوز على المطاعم؟ بالضبط طيب أنا أكتر حاجة بتحبها؟ لا ده حاجة وده حاجة بس أنا بحب أطبخ بإيدي بس مش دايماً يعني الزروف بتسمح وطبعاً أنا الريفيوز تحت المطاعم دي طبعاً لها استغلالين يعني أو مهمتين طبعاً أول حاجة إن هي بتجيب لنا مرضود مادي طبعاً طبعاً وطاني حاجة إن هي بتخلينا زي بنساعد الناس إنه ممكن حظيك تكون عندك بروجيكت كويس بس يعني مش معروف أو كده فإحنا بنحاول نساعد إنه البروجيكت دا يتعرفه كده اللطيف بقى إن الحمد لله الراحب عنده شوية خبرة يعني على قد كده بقى ممكن نعرف إيه الأفضل إيه الأوحش إيه كده ففي ناس بصراحة كتير من اللي رحنا لهم بيسمعوا ولما بدناهم شوية حاجات إنهم عدلوها وزبطوها بصراح عدلوها وزبطوها والموضوع فرق معاهم ودي حاجة أنا بحسن هي حاجة يعني ممكن تكون مسؤولية يعني وحاجة ظريفة يعني إنك تشوفي بروجيكت بيكبر أو حاجة كده بتفكر تدخل مجال التلفزيون يعني تعمل مثلا برنامج عن الطبخ والوصفات السريعة وكده أنا عملت برنامج أورادي للطبخ وكده على التلفزيون على قناة من قنوات الأكل يعني بتزاع بس أنا مش يعني مش دال الهدف بتاعي يعني بس أعرف أنت خلاص أنت في المجال نفسه بتاع الأكل فبتحاول إنك تكون متواجد في كل الأماكن اللي ليها علاقة بالأكل يعني كتقوية للمعلومات وكتقوية برضو لوجودك يعني طيب إيه خطوتك الجاية؟ أنا مش عايات عشة بقى ونان بقى بعد من خلاص يعني ما بيش حاجة معينة والله كلنا يعني ما بيش حاجة معينة بس يعني نسأل ربنا إنه اللي جاي يكون أفضل بإذن الله يعني أموان أنا مبسوطة جدا يا محمد إن أنا كنت معاك وإنت كنت معايا النهاردة وبجد أنا مبسوطة علشان كمان أنت زميل قديم جدا لي زي ما قلت في أول الحلقة ففخورة بيك جدا ومبسوطة أن أنت عندك كم الفولوورز دي وأن أنت اشتغلت على نفسك وكبرت في حاجة بتحبها ربنا خليك رائم كلك زوء وشكرا أنك أنت يستضفتيني دي حاجة عندي عظيمة جدا شكرا يا محمد شكرا للأسف خلصة الحلقة بتاعت النهاردة أشوفكم بكرا إن شاء الله في نفس المعيد باي باي اشتركوا في القناة